من كل حضراتكم مرة تانية طبعاً إحنا النهاردة وعلى بعد ساعات قليلة من الآن إحنا بانتظار مباراة قوية جداً إن شاء الله مستنين أداء قوي من لعبتنا مستنين دعم الجمهور في الاستاذ لأن أكيد التفاصيل دي هتفر معنا كتير جداً مباراة في منتهى الأهمية أمام سانداونز هدفنا فيها هو التأهل لنهائي الدوري الإفريقي عندنا كلام كتير هنتكلمه في هذا الإطار مع ضفنا اللي منورنا الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم الناقة الرياضي صباح الفل إفنة صباح الفل أخبار حضرتك كل تمام طيب بشكل عام وبعد كده ندخل بقى مع بعض في التفاصيل شايف إن شاء الله إلى أي درجة نحن قادرين على العودة في ماتش النهاردة ويلفوز بيها وبالتالي تأهل للنهائي خلنا نتفع أس كريم إن المباراة صعبة جداً طبعاً حتة التوقع وإن أنت تتكلم في جوزية إن إحنا مثلاً تكسب طبعاً الناد الأهلي ممثل كرة المصرية بالتأكيد لازم كل الناس بيتفكر وعندها أمل كبير في الناد الأهلي ولعادة الناد الأهلي تكون على مستوى الحدث النهاردة وكعادة الناد الأهلي في المباراة الصعبة إن بيكون ليه مردود إيجابي وإن يقدر يتخطى الموقف الصعب جداً لكن وكلامنا ده مش مبررات عشان بس الناس تبقى فهمها لازم أنت تفهم إن أنت بتلاعب فريق قوة جداً جداً وإحنا ما بنعملش بلقنا صندونز نتائجه في آخر أربع سنين هي اللي بتحدث عنه معافر أكويسة جداً مع مدرب كويس جداً حتى لو اختلفنا بعض التصرحات والإله الهنبارح لكن أنا وجد نظري إن التصرحات المدربين دلوقتي بقت جزء من الشق النفسي في كل دوليات العالم حرب نفسية وهم عندهم الحتة دي يعني عالية من زمان لأ وكمان هم بيلعبها على حسب أنواع المدربين هتلاق مثلاً موسمان كان يشتغل نظام تنويم موكينة ده مثلاً بيشتغل بشكل تاني خالص اللي هو يوجه لك بقى انتقادات ويواخدك في جانب تاني عشان يستفزك فدي جزء من حرب النفسية مدرب عالي جداً مدرب عالي جداً وعندهم ممكانيات فنية ومادية وبشرية كويسة جداً لكن إحنا سقطنا في لعبة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يكون على المستوى الحدث برغم أن بعض الناس ما كانتش راضية عن الأداء في مبارات الزهب لكن برضو في جميع الأحوال هي مبارات الزهب وإيان الطاقة والحماس وإن أنت ماتي أس وإن أنت كروح النادي الأهلي لحد آخر ثانية بتلعب كرة ممكن الفوزي يتأخر شوية لكن تمالي إحنا كسبنا بطولة الكونفودرالي في الديها 96 بهدف عماد متعم فمش عايزين نتأخر نفضل الدعم لحد آخر ثانية لحد الحكم ما يطلق صفارته حتى لو كان فيه ظروف ما كانتش مناسبة لكن لازم ندعم وإن شاء الله بإذن الله سيعدي وأملنا كبير جداً في الجهاز الفني وفريق الكرة بنادهل إنهما يعدوا وإن شاء الله يكسبوا ما نروحش بـ 2-0 بإذن الله نكسبه على الزكر مش عايزين نتأخر يعني زماننا العزيز الدملي من قسم الصوت هنا كان مقام مني قبل ما أبتدي مع حضرتك الحوار ده قال لي ونبي يتكلم مع رسول عبد الحكيم في تفصيلة هو ليه كولر بيغير ابتداء من ديها 70 ليه مش قبل كده مع أن في بعض الأحيان وفي بعض المباريات بتقفين ملابسات معينة بتزوء أجزاء أن أنت تغير مصحي دي فلسفة مدربين يعني ممكن تكون هي فلسفة سلبية لأن يعني المباريات مش كلها سيستم واحد ولا السيمترية واحدة ماشية معاك بمعنى أنت لما بتلاعب مثلا بتلاعب مثلا بتلاعب مثلا في كاس مصر في دول 32 بتلاعب في الطبيعي ببنادي درجة تانية ما هواش نفس السيستم لما تروح لليفل مثلا زي ريال مادريد زي زي باير زي سانداؤنز أفريقيا ده ليفل تاني مختلف المفروض أنت اللي بتطبقها هنو بتطبقها لكن هي فلسفة مدربين كولر من نوعية المدربين الذي لا يقوم بأي تغيير قبل الديئة ستين يعني في ديئة 59 تبتدي اللعيبة تقوم تسافر هو دي فلسفة عنده في مثلا مدربين زي اسوري اسوري تلاقي بين الشرطين منزل لك أربع لعبين تغيير واحد بين الشرطين فيها فلسفة مدربين لكن كولر نجح مع الأهل نجح مع الأهلي معدم أداء كويس جدا ناس كتيرا بتشوف أن المنحنة بتاع الأداء متراجع استنادي شوية بس قبل ما حضرتك تحكم وتقول الكلمة دي تملي لغة الأرقام يا أستاذ كريم هي الفيصر في أي حاجة هت لماذا دي في كل قارة أفريقيا لعب في أقل من 35 يوم في أربع بطولات مختلفة سواء محلية أو قارية والنقطة دي احنا ملناش فيها منافس الحقيقة انت لعبت من نص دسعة لعبت سوبر أفريقي لعبت دور مصري لعبت كاس مصر لعبت كاس القديم كمان مهو الكاس مهو كاس مفتوحين على بعض ده أنا ناسي حاجة انت كده خمس بطولات مش هربعص انت لعبت دوري سوبر أفريقي لأ كاس مصر نخليك في القديم بس كما تكسفش الجديد ودوري أبطال أفريقي ولعبت الدور الأفريقي خمس بطولات في كاب في 35 أور انت حسبت كاس العالم الأندية كمان لا بس لا رايح له أنا بتكلم عن اللي احنا اللي لعبناه اللي احنا اللي لعبناه في خمس بطولات فلازم وانت بتتكلم وانت بتقول ظروف النادي اللي تعرف ان اللي اهل اللعب وحتى في الدوري انت لعبت مع الأندية القوية جدا المصر والإسماعيلي يعملتش مع عندي صغيرة فالحكم تملي بلغة الأرقام انه دينا ماشا كويس المنحنة ممكن يكون كالأداة مش عاجب زي اللي كان عندنا السنة اللي عادت بس احنا بداية نوسم أسواء المنحنة لو طول سيكا بيزعى الناس كتير يعني فيه ناس ابتدى يعني اعتبرت ان المنحنة ابتدى او كانت بدايته مع مطشين سينبا بالمناسبة قبل سانداونس بقى كبير لازم يا صاحي كريم زي ما الناس بتنتقب لازم يبقى يعني ده جزء من دور من دور الإعلام مش علام قناة النهات ده قناة الأهل مش محتاجة يعني قناة الأهل هي بتعمل الدور ده لكن الإعلام كله لازم زي ما انت بتتكلم على أندية معينة لازم تتكلم بمنطقية وتقدم واجبة كاملة للجمهور وهو الجمهور ده بيصنع ثقافة ومين بيصنع رد فعله اللي على السوشيال ميديا وفي الماتشات منين من حضرتك ومن غيرك ومن غيرك اللي هم المفروض بيقدم لك زي ما حادت بتقوله أن النهاردة الأداء قدام سببا لم يكن مقنعا أن كل اللي مغارب لازم تقوله حضرتك أنت الأهل لعب خمس بطولات لعب خمس بطولات مختلفة فقال لي من خمس و ثلاثتين يوم في مين نادي في الدور المصري أو حتى على المستوى قارة أفرار لعب الكلام ده وشتغل في النادي الأهل وبرقم كده هو ده قدر النادي الأهل محدد لو إحنا اللي قلنا كلام ده بنفسنا بيقولك طبيعي أن أنت تقوله كلام ده ما أنت من منسوبي النادي الأهلي لكن لما يكون على لسان الضيوف المتخصصين زي حضرتك يعني بيؤتي ثماره في الحالة ما أنا أقوله لحضرتك إيه أنت مفروض حضرتك وإنت مش حضرتك أي أهلاء في المصري أنت اللي بتشكل هو اللي بيتكلم الجمهور ده طبعا الجمهور ده حاليا فاهم كرة بس فاهم كرة اللي بيشوفه قدامه لكن هو لما تيجي تبصره أنت دورك كمتخصص إعلام لازم تشرح بتقدم لراجل الواجبة كاملة ما تقولهش النهاردة الأهل هيلاعب سانداونز والصور ده انحرب شوية من ساعة لما بقت الترندات هي المسيطرة على العقول وفكرة الرغبة العارمة في وجود كم كبير من المشاهدات أيا كان من خلال إيه بإضافة بعض التوابل في بعض الأحيان باختلاق مشاكل في بعض الأحيان لكن بيبقى الغرض الرئيسي عند الناس كتير هو فكرة نسبة المشاهد العالي طب وعال منطق يقولك مثلا أنا مش عايزين نجارف لجوزئيك بس يقولك مثلا أحمد عبدالقادر أنا بديك أمثلة لنا مثلا ناس بتكلمتك يقولك إحنا بقالنا عشرين يوم عشرين يوم في إمام عشور كلر ما خلاص كلر حطه في نفس سكة أيمن أشرف ومش هيكمل طب يا عم ده في لعب ضرب لعب في تمرين وتعاقب بمئة ألف جنيه ومخالفين لوائح الاتحاد الدول لكرة القدمة التي تمنع أن لعب في درجة محترفة يتمرن منفرداً أو مع الناشئين وبيتمرن مع الناشئين دلوقتي ومحدش يجاب سيرته وانت مركز طب إمام عشور موجود في القيمة حضرتك موقفك دلوقتي طلعت اعتذرت مبارح أو في أي وسيلة علامية اللي طلع أقال طلع اعتذر وخد بالحضرتك حضرتك لو عندك أسرة في البيت فاع 4 أشخاص هتلاقي فيه اختلاف النهاردة تختلف مع ابنك طبيعي كل يوم يتقابله في التيتش ست ساعات في قضة لبس واحدة هو جهاز فني وغرف ولعبين ومدير فني وجهاز فني هو الخلاف يعني بين 60 واحد موجودين بشكل يوم مش يحصل خلاف منطقي إنه يحصل طب حصل على افتراض رغم من ده ما حصلش هنا فيه ترتيب زي ما بيقولها في شغلتنا مسمى وظيفي أو تدرج مهني التدرج المهني ده مدير فني وده لاعب وعمر النادي حتى لو كان إمام عشور نفسه ما هينصر اللعب على المدرب كنت أتمنى إن مبارح الناس بذل ما طالع تتكلم أنا مبارح على فكرة عشان عارف رجائك أعد تتابع بالليل كنت أتمنى الناس بذل ما طالع تتكلم إمام عشور موجود في القائمة تتكلموا يا جماعة أنه بكرة فيرة النادي الأهلي هيبقى تأهل تاريخي لنهاي ده وغير منتده دي بطولة بتقام لأول مرة بطولة النغبة أفضل ثمن وإحنا كبار القر إنت كنت لما تتأهل لنهاي ده يضاف لمصر ما يضافش مثلا النادي الأهلي طبعا نضاف لكن إنت ده الأول نادي في مصر يتأهل لنهاي النسخة دي لندي أول نسخة تقام كنت المفروض تتشتغل إمبارح تقطع تتكلم على دعم الفريق ونلعب إزاي ونصايح الكلام اللي إحنا تربين عليه وإحنا صغيرين عيام يعني الناس اللي هم اللي بدأوا البرامن في القناة التانية والحاجات اللي هي كانت اللي كانت يا سلام على ده زمن كان لاي صح فيه إلا الصحيح ولا فيه تريندات ولا سوشال ميديا ولا فبراكت ولا فبراكت ولا أي حاجة وهو فيه أكثر من رمز زمنك وكتر من حمد أمام يا سلام يا سلام الله عليه يعني شوفوا هذا رمز لا حد شقدر ينكر ده عائلة تمام دي طبعا ومال إيه طبعا حمد أمام كان يطلع يتطع يتكلمك لليت مطش مثلا كان برنامج كده مش متذكر كان يعمل أهداف كده كان يطلع يتكلمك لعابت إليها لازم تعمل كذا وهذا كان زي ملكاول لكن إنت كنت أسمع منها كنت عايز مستنى الناس تتكلم في كده مبارح خلينا خلينا نرجع تاني المطش النهاردة ونقف عند تفصيلة الغيابات لأن سانداونز عنده بعض الغيابات اللي بنتمنى أن هي تكون مؤثرة بطبيعة الحال نتيجة الإصابة طبعا وأكيد بنتمنى أنهم الشفاء العاجل وفي المقابل إحنا منتظر أن نشوف النهاردة بعض الغيابات اللي كانت موجودة عندنا في المواتش اللي فات لا سيما إمام عشور حسين الشحات كهرباء إلى آخره فشايف بموجب التفصيلة دي إيه اللي ممكن يستجد في لقاء العودة النهاردة خلينا نمتفقين على شيء أن الفرقة الكبيرة اللي تتأثر بحجم الغيابات حتى لو كانت 2 أو 3 أو 4 يعني مثلا سانداونز الغيابات اللي عنده 2 أو 3 دول مش موجودين لكن هو عنده بداية الكتيرة جدا مش زي ما الناس ممتخيلة بدا لأنه بيقد بشكل كويس جدا النادي الأهلي الغيابات اللي عنده الغيابات قد تكون مؤثرة يعني نوجة نظر عمرو السلية حتى لو أنت عندك 3 أو 4 أو 5 أو 5 مصر الملعب لكن عمرو السلية أنك هكده تحسه مختلفة شوية لو كان موجود كان هيفر معك جامد جدا لو أكرم توفير فرمته لأنه رجع من صليبي كان موجود كان مؤثر جدا إمام عشور أنا شايف أنه غاب مطش أو 2 يعني ما غابش كتير بس النهاردة وجوده مهم جدا 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 بالنسبة لك محمود كهرباء كسترايكر وجوده مهم جدا جدا بالنسبة لك لكن الأهم من أنت موجود أني الاتزام بخطة المدير الفني وأنك تلعب عشان الجماهير اللي قاعدة في المدرج اللي سايبت كل شغلها وسايبت كل حاجة وجايلك النهاردة في الملعب مبكرة من الساعة 3 أو 4 لاصة هتتحرك على الأستاذ خمسين ألف طبعا وبنشكر مجلس دارة النادي ووزارة الداخلية أنهم سمحوا بالساعة الكاملة ودي يعني خمسين في المئة أو ستين في المئة من درجة تفاقنات لها هيكون الجمهور لكن الغيابات مش هتكون مؤثرة زي محد متخيلة يعني ساندونز فرق عندها حاجات كتيرة جدا وعندها عناصر كتيرة جدا في كل الخطوط بالمناسبة يعني ساندونز مدعم بصفقات السنة دي أكتر من اللعب منهم اللعب المغربي اللي كان وراء دربة اسمه وضربة الجزائل اللي هي كانت مفروضة تحسب لبير ستاو فجاب سنوخات كتيرة جدا فمش هيفر معا 2 أو 3 حتى اللعب اللي موقوف هو أفضل لعب عندهم لكن عنده بداية ليه أهم حاجة النهاردة التركيز واللتزم بتعلامات الجهاز الفني وأن انت ما تتأثرش بتأخير التقدم كلاعيبة باش عندك تصرق لازم عندك ثقة لازم تشتغل على روح النادي الأهلي أن انت يبقى تملي يعني أبو تريكا كسب النادي الأهلي بطولة دورة أبطال الأفراخة في الـ 92 خدنا كونفودرالي عمد منتها في الـ 96 أنا مش معنا كلامي أننا بقول لعبة النهاردة إننا نستنى لوقتها بسيحنا بنتكلم ده دورك اللي انت مفروض تبطع تقوله إن الجماهيري ده عندها الصبر على الفرق انت بتلعب فريق سانداوز ومتلعبش فريق كومس فاحت مثلا الأمور الفواري الكبيرة ده سانداوز ده واحد من أقوى أنديت القارة دلوقتي صحيح صحيح الأمن إيه في ماتش النهاردة؟ الأمن الحكم من التحكيم وعندي ما فيش مفرر نحلة ما فيش يوم يعدي علينا أو حلقة تعدي علينا من برنامج زغير لما بنضطر نفرمن ونوقف عند بند التحكيم لا أصلا أنا عندي يعني ملاحظة غريبة جدا على البطولة خير الاتحاد الأفريقية لكرة القدم لم يعين حكم واحد من حكام النخبة رغم من يجي بطولة النخبة طبعا مفروض يعني مفروض التحكيم يكون بنفس قدر وقوة البطولة نفسها يعني دوء دي الكريمة بتاعت القارة طبع دوء التمن أنديت اسمها بطولة السوبرليج بطولة النخبة فانت مفروض تجيب حكام نخبة الحكام نخبة الحكام انت الحد اللحظة اللي بنتكلم فيها على فكرة مسيسنا أمين عمر اللي حكم مباراة الوداد والتراجي الأخيرة اللي هو اللي تقم التحكيم من مصر حكمنا المصري حكمنا المصري حكم بحكم مباراة الزهاب اللي تلعبت في المغرب وكان تقم تحكيم كامل فيه إشادات كبيرة جدا على فكرة بالأستاذ أمين عمر رغم أن هم قبل المطش كان عاملين حاملة عليه بيشاكيكوا فيه بيقولك أنه كان ليه وقع سابق وابتاع لكن على فكرة وكان على فكرة في الفار كان محمود البنة معاه ومحمود عشور يعني كان تقم تحكيم مصري بالكامل دا يمكن تقم تحكيم الوحيد في البطولة اللي كل مباراة البطولة لحد دلوقتي اللي هو يسمى تقم تحكيم الوداد لكن أنا مش مباراة الأهل بس كل المباراة هتبص على الوداد في البطولة دي اللي هو تابعه الحكام وكشف المنشرة طب والبطولات اللي بيكون إشرافها معاه بيهندلها إزاي كامل؟ لا كنت بتشوف المطشات المهمة لما توصل الأدوار الحاسمة يعني دور الأبطال الأفريقية كنت لما توصل للمراحل الأخيرة الفاصلة اللي هي فيها بقى كلام كنت بتشوف حكام النغبة ممكن أكيد بيغلطوا ما فيش بص التحكيم ما فيش حجس ما فينك ما تغلطش بيغلط لكن في الأدوار النهاية كنت بتشوف الكاف بيجيب حكام نغبة ولكنت دلوقتي وصلت السيمي فاينال وبينين من الأهل السوندونز والترجل ودايه وبتجيب حكام يعني الحكم السنغال ده دون المستوى أنا أول مرة أنا مقدرش أحكم عليه دون المستوى بس أول مرة أسمع اسمك ما احنا بنحكم عليه دون المستوى من المستوى اللي شوفنا عليه على كل أحوال هستأذلك نقف عند النقطة دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام أنا بكل حضراتكم من جديد لسه دردشتنا مازالت مستبرة وقائمة مع ضيفي اللي بنورني النهاردة أستاذ عبد الحكيم أبو عالم النقد الرياضي واللي كنا بنتكلم معاه قبل ما نطلع آخر فاصل عن المشكلة الأزالية اللي بنتكلم عنها كتير في الفترة الأخيرة غصبة عننا أكيد مش باختيارنا فكرة التحكيم وعايز أرجع واسأل حضرك على بمناسبة التحكيم وملف التحكيم إيه رأيك في الخطاب اللي وجهه بالأمس النادي الأهلي للكاف بيطالب من خلاله بتحسين مستوى الأداء التحكيمي إفريقيا وخطاب كعادة النادي الأهلي هتعمل ليه المسؤولية اللي بتبع عليك أنت دلوقتي بتطلع تتكلم يعني مدرب صندوزي أقول لك أنا أنا المفروض أشتيك أستنى لنسبة الاستحواس كانت كذا بالنسبة لي طيب ما هو القصة مش نسبة الاستحواس هي الأخطاء اللي كان ليه ضربة جزاء وبعكد الأهلي لما تتكلم على ثلاث مباريات أو على كل منافسات اللعبة على سواء سبقر أفريقي أو مطش سيمبا أو المطش ده هو النادي الأهلي كمان الخطاب بتاعه أشار إلى إني الاعتماد على حكام النغبة لأنه يطبولت النغبة دي لها الجزء اللي اتكلمت فيه حضرتك قبل من نضع الفاصل النادي الأهلي مش بيتكلم على أخطاء تحكمها هي أخطاء تحكم جزء من اللعبة لكن إنت لما دخلت تقنية الفيديو عشان تحسن دور الموضوع وكمان حيث جزئيت أن إنت جاي بحكمة موجودة على تقنية الفيديو في ثلاث مباراة من خمسة وبالترارها كمان ثلاث مباراة من خمسة فدي كارسة وتيجي لما تتكلم ترد وديا على النادي الأهلي تقول لهم أصد تقسيم الجغرافي بتاعي يمنع أن أنا أجيب لك حكام من شمال أفريقيا ليك على أساس إيه يعني؟ على أساس أنه مثلاً الحكم شمال أفريقيا مثلاً هو جاء الحكم من المغرب على تقنية الفيديو أو حكم من الجزائر على تقنية الفيديو هيجاملني مثلاً طب ما كان فيه تقنية تحكيم مصري بالكامل لمباراة التراجع والودات طب ما أنت كنت جايب هو يبقى إذن حضرك حتى ردك الودة ما كانش منطقي مثلاً قبل ما أكمل موضوع على التحكيم الكاف لسه أعلى من دقائق حاجة ترشحات جوائز الأفضل لعام 2023 النادي الأهلي موجود ودي حاجة من تمين لك قديه قوة نعمة للنادي الأهلي في الرياضة المنصرية النادي الأهلي موجود في ثلاث بينافس على ثلاث جوائز جايزة أحسن مدرب مرشح لها مارسي الكولر أحسن مدرب في القارة 2023 جايزة أفضل نادي النادي الأهلي أبرز ويمكن أنا قدر أجزم لك النادي الأهلي هيأخذ اللقب ده لأنه حيز على دور الأبطال مرشح لجايزة أفضل نادي في 2023 كمان محمد الشناو بينافس ياسين بونو المغربي وإدوارد مندي السنغالي على جايزة أحسن حارس مرمى في قارة أفرقيا دول ثلاث جوائز النادي الأهلي بينافس سواء باللاعب أو بالمدرب أو كنادي لسه الجوائز المهلنة الترشيحات الحافلة هيكون في المغرب إن شاء الله فالحكام أنا أتمنى النهاردة إن إحنا يعني يخلفوا الظنوم يعني أتمنى يعني أن توفر لعدالة تحكمية ونخسر نكسب كرة مش مشكلة خالص على فكرة يعني بالنسبة لي أنا مش أزمة أناك بالنسبة لي أخسر كرة عرف حسب لعبتي عرف حسب المدرب بتاعي لكن أخسر كرة كرة مطلقة لكن تحطي لي تحكيم زي مثلا ضربة جزاء وتولت ضربة الجزاء كذا طبعا ضربة الجزاء كتخليها تعادل ضربة جزاء لو أنا تعادلت كنت هرجع للمباراة كنت هنا بمحتاجة لا الأخطاء التحكمية دي الحقيقة خسرتنا بطولات كمان قبل كده مش مجرد مباريات بعينها ده في بطولات خسرتنا لا ومشكلة كبرة في وجود تقنية الفيديو أستاذ كريم يعني أنا كنت هتقبل مثلا تيجي تقول لي زمان أني مثلا خطأ تحكيم وأقول لك وارد ما هو الحاكم ده بيحض قرارف زي مكابت اللطيفة الله يرحمك بيقولك في كسر من السنة أنت بتوقع تتفرج والفار دلوقتي هي لازمته بها أه ده تقنية الفيديو والفار انت حضرك المفروض الحاكم اللي موجود ده بيشتبع يشوف الكرة مرة واثنين وتلات ومن كل الزوايا ومن كل الزوايا وبالسطوموشن لو طلب وقف وقف التعديد وقيد ضربة جزائبر ستاودي مفيش حاكم هو بالمناسبة ليه ساعات بيبقى فيه حكام بيرفضوا أن هما يعودوا يعني أو يرجعوا للفار يبقوا متعسفين في قرارهم علما بأنهما لو رجعوا للفار لو وقفوا قدام الفار وهو مغمض يعنيه هيشوف أن قراره كان خاطئ جزء من نجاح كولر زكاؤه كولر طلع في المؤتمر الصحف بعد مبورات سندونز قالك أنا أعتقد أن هناك مشكلة في التواصل ما بين غرفة الفار والحاكم هو أكيد مليون في المئة اللي في الفار عارفين أن هي ضربة جزائب بس واضح أن تقنية التواصل بينهم مش تمام أو الاتنين مش طائقين بعض طب مش طائقين بعض طب ودي خلي إحساس الشك يتسلل للغلوب فكرة أن فيه بقى مش مجرد أخطاء تحكمية وعادي الخطأ البشري وارد إلى كيف لا التكرار والاستدامة اللي في الأخطاء التحكمية اللي بيدفع تمانها غاليا النادي الأهلي تؤكد بما لا يدعي مجال الشكل أن هناك تنبس بالنادي الأهلي ولا إيه بص هي عشان أبقى متفقين في البطولة النغبة دي بطولة الدور الأفريقي لا مفاش يعني لأ أنا ما كلمك في المطلق في المطلق وعلى فكرة آخر كم سنة لا في المطلق لازم أسكرم تأخذ بالك من حاجة أكيد فيه ناس أكيد فيه ناس وده محيش نحطها في حتة المؤامرة ده طبيعي نفس البشرية ونفس البشرية مش مرتبط حاجة النادي الأهلي مهيما على كل شيء طب ما طبيعي أنت متزيح النادي الأهلي ده شوية ممكن يكون تتوجه مش توجه مثلا يكون فكرة أشخاص يعني ثقافة اللي متلحقش تحصلوا تكسروا تكسروا حصلة حتى على الصعيدة لما أنت مثلا كنت تخسر من الوداد في مباراة يعني تحدد المباراة تقام فين؟ قبل السمي فاينل هو فين حضرتك الشفافية يقولك دورة أبطال أوروبا بتعمل كده دورة أبطال أوروبا الأرض اللي هتستضيف الفاينل بتعمل وبتتحدد من قبل ان تنقل بطولة أصلا انتحدات جيت للحد بعد دور الثمانية وقلتلي المباراة تلعب في المغرب بعد ما تأكد ان خلاص الوداد طرف للنهاي لأن احنا بحكمه كل كلنا بتعوا كورة حتى لو ملعبناها بس بتعوا كورة لو جبت مشجع دلوقتي وقلت له الوداد بيلعب مثلا فريق يعني مثلا هيلاندرز احترمنا لكلهم بس إمكانيات ده وتاريخ ده وسقافة ده ودايما بيلعب على المسافات اللي بعيدة في الفاينل وهيلاندرز اللي بي مع كامل احترمنا ليه هيقولك كتوماتك الوداد لو قلت الاهل وهيلاندرز هيقولك الاهل طبعا فلما انت كنت ككاف بتهيت تعرف او تظن او تشوف ان البطولة الوداد رايح الفاينل وتروح مديله النهاي طب هي البطولة دي مش موجهة هي البطولة دي ما تحسسكش ان انت كذا في مطش الترجل اللي انا كنت فيه اللي هو نهاي 2018 المطش ده كل الامرة حتى تلفر قبل ما يبدأ المطش بدقايق اتوقف حال ده كان صدفة؟ هو تقالك صدفة هو تقالك صدفة تقالك قصي جابوا الاتنين وقالك استقنات الفيديو مش هتشتغل شمعني طب ما اشتغلت في مطش الزهاب ليه مش هتشتغل في مطش الاياب عجيبة فعلا معنا بقولك فيه حاجات كده بتخليك توقف لكن البطولة دي تحديدا انا واسق زي ما بقوله حضرتك الكاف لا يريد نجاحها بيصدرلك مشاكل هو الحقيقة يعني الكاف ده عايز له حلقة من بابها لان تفاصيل الملف ده كتيرة جدا واحدة وقتينها بيوشك على الانتهاء يا دبالح اشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة شكرا جزيلا وان شاء الله يبقى لقاء قريب بإذن الله اتمنى ان احنا وقتها نتكلم فيها في تفاصيل نجاح النادي الاهلي في عبور المرحلة اللي احنا فيها دي والوصول النهائي والفوز بالبطولة كمان ان شاء الله نورت الدنيا كلها شكرا جزيلا واكيد بشكر كل حضرتكم على حس المتابعة يا رب ان شاء الله كل الخير بنتمنى كل النجاح والتوفيق للعابتنا النهاردة وان شاء الله نسعد كلنا مع نهاية لقاء اليوم بين الاهلي وسانداونز نسعد كأهلوية وكمصريين باللي حيحققوا النادي الاهلي ان شاء الله شوفكم على خير الاسبوع الجاي صباح الفل